موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل هذا البرنامج اللي بالأرقام والتحليل نتابع أداء معشرات البرصة المصرية بشكل يومي وبتحليل أكثر واقعية اليوم الأربعاء طبعا وصلت المؤشرات البرصة أداءها المتراجع لدى إغلاق التعاملات التراجع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 5 من 100% ليبلغ مستوى 14745 و1 من 10 نطة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تراجع أيضا بنسبة 34 من 100% ليصل إلى مستوى 548 وثمانية من 10 نقطة مؤشر أسهم الأوسع نطاقا EGX100 انقفض بنحو 22 من 100% ليبلغ مستوى 1443 من 100 نقطة امتدت التراجعات إلى مؤشر EGX30 كابد محدد الأوزان النسبية بنحو 25 من 100% منهيان التعاملات عند مستوى 17804 وثمانية من 100 نقطة نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم كان قطاع البنوك هو الأنشط تصدر القائمة بنسبة 28 و44 من 100% تلاق قطاع العقارات بنسبة 11 و59 من 100% جاء ثالثا الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 10 و95 من 100% ورابعا كان قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 8 و31 من 100% نتحول إلى المتعاملين في السوق فبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق اليوم اتجى المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 50 و48 من 100% من إجمال التعاملات اتجى المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 48 و69 من 100% من تعملات السوق واتجى المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 83 من 100% من تعملات السوق وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق على عموم الأفراد والمؤسسات اتجى المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 97 من 100% في حمالة المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 92.9% من إجمال التعاملات نتحدث قليلا عن الأسهم فبالنسبة للأكثر ارتفاعا تصدرهم سهم المصرية لمشروعات السياحية العالمية بنسبة 16 و1 من 10% ثم سهم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 6 و48 من 100% تلاهم سهم المصرية لصناعة النشا والجولوكوز بنسبة 6 و17 من 100% وحل ربيعا سهم إسمنت بورتلاند تورا المصرية بنسبة 5 و7 من 10% أما على صعيد الأسهم المنخفضة فتصدرها سهم الإسكندرية إسمنت بورتلاند بتسعة 88 من 100% ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 8 و33 من 100% تلاه سهم حق الابتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية 1 بنسبة 5 و96 من 100% وحل ربيعا سهم رواد السياحة بنسبة 5 و68 من 100% هذا وقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بنحو نصف مليار جنيه من قيمته ليغلق عنده مستوى 738 و2 من 10 مليار جنيه بعد أن الدولات كلية بلغت بنحو الـ 4 و4 من 10 مليار جنيه وبالتأكيد كان هناك نقل ملكية وسندات أسهم وسندات عفوا وسننتقل لفقرة التحليل ولكن قبل أن ننتقل دعونا ننتقل إلى تقررنا اليومي وأعرف ضيفي في السوديو معي الأستاذ أحمد عبد الفتاح خبير أسواق المال أهلا بيك أستاذ أحمد نورتنا أهلا بيك أستاذ حسين اسمح لنا نقل بس لتقررنا اليومي ثم نبدأ فقرة التحليل تفضل وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس سيرتي بنسبة خمسة من مئة في المئة ليبلغ أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة واربعين وواحد من عشر نقطة وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس سيفينتي بنسبة أربعة وثلاثين من مئة في المئة ليصل إلى خمسة مئة واربعين وثمانية من عشر نقطة وانخفض مؤشر إي جي إكس هندرد الأوسع نطاقاً بنحو 22 من مئة في المئة ليبلغ ألف واربعمائة واربعين وثلاثة واربعين من مئة نقطة وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 738 واثنين من عشر مليار جنيه من ناحية أخرى أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي 123 و124 لسنة 2019 يتضمنون تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبرصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال واتصاقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها تبعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير السريح حول أداء مؤشرات البرصة المصرية اليوم ونبدأ فقرة التحليل مع ضيفي في السودية لسالة أحمد عبد الفتاح خبير أسواق المال وسالة أحمد مرحباً بك مرة أخرى واسمح لي أنا أبدأ في البداية ما السبب استمرار التراجع حتى اليوم يعني مرح جلسة كانت قاتلة وشديدة جداً في الهبوط ومن المتوقع أن بعد الهبوط الشديد أو الصعود الشديد بيبقى فيه نوع من أنواح التصحيح لأن النهاردة كنا متوقعين أننا نطلع تصحيح الهبوط النهاردة بالزاد في الثلاثين نسبة ضئيلة خمسة من مية لكن كان الناس متوقعاً أن الأمور تصبت بس النهاردة شوية على الأله ونبدأ نتزبزب قليلاً شايف أداء النهاردة إزاي وارتباطه بأداء هذا الأسبوع طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعاً النزول اللي حصل المبارح دا كان نزول قوي جداً جداً وأقدر أقول أن أحد مسبباته للتوتر اللي حصل مثلاً زي موضوع عالمكو اللي حصل في السعودية طبعاً بيأثر فينا شوية يعني فيه برضو الناحية التانية اللي ممكن تكون ديها تأثير أكتر المفعوضات على صد النهضة دا ممكن يكون الأثار السياسية اللي مؤثرة على الشعور بالأمام بالنسبة للمستثمر فبيعمل عملية خروج عشوائي للسيولة بتاعته بس للأسف هو دلوقتي أنا ملاحظ أن الأجانب أو العرب مستغل للهبوط فإنهو بيبني مراكز شرائية والخوق دا متصدروا بس الموقف فيه متصدروا المؤسسات المصرية والأفراد يعني حالة اللي هلأ أنا شايف أنها مبنية عندنا بس إنما العرب والأجنبي طب ده دايماً بيدفعني لسؤال إحنا عارفين قولنا كلام دا كتير يعني أن الأجانب لهم استراتيجيات دايماً في الصعود في الهبوط فيهو حاطة نقطة أو نسبة معينة للمكسب أو للخسارة وبيطلع عندها حتى لو الامور مفتوحة قدامه أنه هو يكسب أكتر من كده بس هو بيبدأ خلاص وبيبدأ يعيد محافظه الثقافة ديت كانت عند الأفراد المصريين العكس تماما الهلع وا 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 واتنقلت للمؤسسات اللي دايما نحن بنشوفها عكس ماشي عكس الطيار كأنها فرض من الأفراد وهي المفروض أنها تبقى ماركت ميكر بالظبط أكد ليه؟ أول غادرات أنا مش عارف مؤسسات بتاعتنا إيه الاستراتيجيات الجديدة اللي احنا شايفينها في السؤول المصري إنها بقت مضاربة بحتة النهاردة اللي بنيجي نحسابها بالورقة والألم حتى لو بالفلوس كده نحسابها اللي بيقعد في السهم النهاردة كمستثمر متوسط أو طويل لا هو بيحقق خسر المضارب النهاردة بقى بيحقق مكسابا إنه هو بقى بيخش ويخرج بيعمل 3% 5% سريع سريع وبيلحق يخرج غير اللي قاعد مستثمر وقاعد مثلا بيبص إن أنا كمان سنة بيبتدي أقص على السهم ده بناء على مثلا التحليل المالي أو التحليل الفني بيلاقي نفسه إنه هو بيعدي شهر في التاني في 6 شهور في 8 شهور بيلاقي نفسه بالعكس هو خسران حتى هو المحفظة مش محققة نزول في القيمة بس على الأقل الفلوس سي ما هي سبتة ما فيهش لو حطهم في البنك هياخد 15% زمان لنا الفلوس بديد وقد تكون فيها خسائر طفيف بس بالنهاية كاستراتيجية إن أنا مستثمر طويل أو متوسط لأ هيا ما بتحققش المرجوب منها زي الأول لأول ممكن واحد بيقعد في السهم بإنساء إذن نفسه عامل 300% 500% أو طلع له كوبونات بمبلغ قويس بالضبط نفسه إنه سهم بقى وقف عليه بماينس لو باع الشركة في أي هبوط في أي حاجة الموضوع بالنسبة له لا يعنيه في شيء لأنه محققة مكاسب عملاء طب خلينا أسألك ده عيب مين ده يعني هل السوق المفروض إنه يبقى كده هو المفروض سوق الأسهم سوق البرصة عموما في أي حاجة هو سوق لتدول الأوراق تدول السلع تدول الفلوس وإن الناس تحقق فيها مكاسب وإن الناس تبقى مبسوطة وإن الناس يبقى الشغلة على طول لأن ده جزء من الاقتصاد والسيولة والحركة دي دي بتنشط الاقتصاد أكتر تمام أولاً البورصة فقدت المهمة الأساسية الوظيفية أبداية ودي للأسف بسلوكيات اللي دخلت علينا زي موضوع المارجين سلوكيات اللي بقت جديدة على شكل المؤسسات المصرية إن هي بقت مضارب ممكن بيخش النهاردة بعد بكرة أو تلات ينبك كتير المشكلة إن هو مضارب تييل قوي لأن في الاتريد ده بيوقع السوق بحين إن أنا ممكن بلاقي في بعض الأحيان بلاقي سوق بيطلع بدفع من المؤسسات الأجنبية أو العربية ولاقي آخر الجلسة بلاقي إن الصافي عندين المؤسسات المصرية بتبيع هما هي بتبيع كده بخسارة وبتيجي بعد كده ألاقي إن هي بتعمل عملية الشراء في أوقات ما هما بيبيعه والتنين كسبانين بالزبط وهو كده كده السلوك الأجنبي أو العربي واخد المنهج البيع على المراحل وهو دلوقتي بالنسبة له أي هبوط هو بيبتدي ياخد منه مواضع لبناء المراكز مراكز جديدة بأشكل جديد ممكن يبتدي ياخد نقطة مش لازم بياخد الفولبوزش فبياخد نقطة كل ما بينزي ياخد نقطة كل ما بينزي ياخد نقطة فكده هو بيبني محافظه تاني تراكميا لتحت أنا بتديله المساحة إن هو يكسب علي أنا بقيت عامل زي زي الفرض بقيت بعمل نوع من أنواع الهلع بدون داعي للمصيرين بالذات لو أنا هتكلم النهاردة لو هنحلم الاقتصاد بكل الدولة لأ البورصة بقيت كل البعد تماما عن الاقتصاد الكل ما فيش اي ارتباط أنا النهاردة ما عكستش أي حاجة من اللي حصلت على أرض الواقع لا من مشاريع أملاقة فتحت أو من مصنع جديدة وفي منها اللي هو مقايد عندي عمل نشاطات جديدة أملاقة مش يبين على السهم بتاعه عندي مثلا فايدة لسه نازلة طبعا فوق المتوقع نسبح كل كان الكل بيكلم في نص واحد النهاردة يا فوق المتوقع مفودي يرد علي بعائد على الأسهم وهي ما ردتش وكده حتى لو احنا متوقعين إن البنك المركزي ممكن يهبط مرة تانية وفي اقتبال كبير بس مش هتبقى في القريب العاجل بالشكل ده لأنها ما أثرتش بأي حاجة أنا متوقع أنه ممكن من الاجتماع اللي جاي يبقى في نص كمان ولا حاجة ممكن من نص الواحد خلينا رجع للتحليل المؤشرات يعني انت شايف اتجاهاته ايه الوقت احنا في 14 745 بعد ما وصلنا 15 300 يعني وكان الناس متوقعين بعد 15 300 يبدأ الاتجاه ينعكس وخلاص نبدأ نشوف الصعود حتى على المدى المتوسط أو القصير وبعد كده نحدد اتجاه تاني لكن بالشكل ده احنا طلعنا طلع بسيطة جدا وللأسف عكسنا اتجاه تاني امت قدر اقول ان احنا عكسنا اتجاه في المؤشر التلاتيني هو خليه بس اصحح احنا الغد الوقت ما فيش حاجة اسمها عكسنا اتجاه لانه لسه الاتجاه الصعب بتاعي مجرد ان انا دلوقتي طلعت ووصلت للمستهداء الفتائي اللي هو في حدود 15 250 طلعت اتجربت عليه مرتين وحصل عندي نوع من انواع اتشبع الشرائي وما فيش سيولة طبعا طبعا اعمل مشجار موضوع السيولة طبعا احاول اتكلم فيه احاول اتكلم فيه باستفاده شوية فانا طلعت اتجربت عليه مرتين فحاجة عمل نموذج اسمه دابل طب او قمة مزدوج كان عندي المنطقة اللي هي الحماية بتاعتين اللي هي الـ 14 250 اللي قسرت بفعل الهلعة اللي حصل مبارح مع التوتر المحتمل يكون هو ده السبب يعني التوتر اللي انا شرحته في الاول فدلوقتي بجلسة نرد خدت على اننا بقيت اسفل منطقة الـ 14 250 فكده اصبح عندي مستهدف ده بقى منطقة طبيعية 14 550 فانا اوصل للمنطقة دي يبتدي عندي يظهر اتجاه جديد بقى سلوك مشتري جديد يبتدي يدفع معايا السوق تاني بس اهم حاجة انا على المدى القصير اللي لازم اطلع اخترق المنطقة تحت 15 250 وإلا يبقى انا بعمل فعلا على المتوسط هبتدي اعمل نوع من انواع الضعف وتشبع شرائي فهبتدي لازم انزل عكس تاني وممكن ما اوصل تاني لحدود تلاتاشر سبعمائة فدية تبقى بالنسبة لنا على بس مش هنقدر نقول يعني او نحط السيناريو دلوقتي لان المتوقع يعني مع الاجتماع المركزي نوع يبقى خبر ايجابي ان شاء الله بنوع يخفض الفايدة وياريت لو يعمل مفاجئته ده المرة اللي فاتت سعيدا نتمنى انه ده بقى لي مرضوب خصوصا كمان ان شهادات بانك شهادات قناة سويس المفروض بوردو دي كان مفروض يعني البوصر يبقى حالة كان يبقى حسن من كده يبقى ليها حصة من المبالغ اللي خارجة من الشهادات دي كانها هتفعل كتير اول تمام طيب المؤشر المتوسط ايجي اكس 70 تراجع بنسبة 34% وصل ل 540.18% و دايما انا بسأل سؤال يعني ده اسهم المصريين نسميها اسهم المضربات سميها زي ما نسميها تمام بس في النهاية الاسهم دي فيها شركات قوية جدا فيها شركات بتعمل ارباح وخاصة شركات قطاع الاعمال و انا دايما بأكد ان شركات قطاع الاعمال اللي فيها قوية بشكل كبير جدا بنلاقي ان هي ما تحركتش قيم الاسهم فيها اقل من القيم العادلة واي من القيم السوقية اللي حتى في 2006 كانت موجودة اللي بيطلع فيها بيطلع بيعمل ارباح يعني هو لو سهم بنص جنيه مثلا لما بيطلع 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 بيعمل مية في المية يعني انت بتعمل فيه ارباح كبيرة جدا وما زال احنا المصريين خلينا نكلم عن المصريين لان انا عارف ان اجار ما بيشتغلوش فيه طبعا والمؤسسات المصرية مصممين ان هما ينزلوا بيه مش عايزين يطلعوا بيه مش عايزين يحطوا فلوس فيه انا برضو مش فاهم السلوك ده يعني مع ان دي ممكن تحقق طفارات كبيرة جدا للمستثمرين واللي الاقتصاد نفسه دايق وهي ليه اكتر من شك واولا طبعا زي ما حدق قلت كده هي اسهم الافراد مموما يعني فطبعا سلوك الافراد دايما بيبقى خواف خايف اول ما يحصل اي حاجة بيسمع اي حاجة تأثير سلبي يشوف فانسا السي اي بي بيدرب المؤشر بيكسر المنطقة مؤينة فهو بيعمل اي اوتوماتيك بيسيل ونعنى على الترند اللي ماش في السوق مش الترند يعني احنا برضو خلينا نقول ان احنا على مدار سنة ونصف احنا كنا بنعاني واكيد كنت حررت معانا في الفترة دي وشوفت المنظر كنا عميه ازاي فكات معاناة فالنهاردة كل واحد بيقول ايه خسراء ريبة بس ما خشش في الدوامة ان انا نزول 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 نفس الدوامة اللي فات فبيبقى نوع الهلع هو ده اللي بيسيطر على القراءة حتى لو خطأ وممكن يكون عنده يقين نهو بيتصرف خطأ بس بيقول ايه الله وعلم دايما نقول ايه بيقول ما كسب بعيد اه يمكن العجل اكلف بي لأسرع من كده لتحت ده الشق الاول الشق التاني انا النهاردة اما ايجا اتكلم له لو يعني مثلا نقول ننادي على المسؤولين نقولهم لو انتم بتلاحظوا الافصاحات في عندنا في الشركات اللي هي بتاعة الافراد دي كل يوم او كل يومين بيطلع عملية افصاح عن استحواز عن نسب جواء الشركات ده معناه ان اللي احنا بنبيعه برخص التراب كده في ناس تانية شايفاه انه اقل 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 بي كتير من قيمته الحقيقة ودي فرصة من ذهب فعلا فرصة من ذهب انهو بيخش ياخد حصة بقل من 10 في 100 من قيمة ده حقيقي يعني لانه النهاردة لو انا قلت انا دي استلغاية اللحظة دي انا ما قيمتش الاسعار بتاعتي ولا هيكلتها بناءا على التعوين بتاع 2016 نعم وانا في 2019 وحصل علي مراحل تضخمية توصل لخمس امثال اي سعر حاجة في ايدينا دلوقتي ضربت في خمسة تقريب الا سعر السعر فالنهاردة لما ايجا اقول السعر ده مثلا تحتيه كمية اراضي السعر ده تحتيه مثلا عقارات السعر ده تحتيه كذا الات ومكان واصول فالنهاردة اللي بيبص من برق معاس يقول انه ده بقى صياد طبعا قدامه حاجة كنز وبتراب الفلوس فالنهاردة احنا اللي نقول يا جماعة بص على الاسوب بص على الاسوب دي وكل واحد يعني يدرس السعر اللي في ايده فعلا يستاهل ولا قبل ما تخافه ترميه مش شوية سمعنا افتح نقطة انت يعني فكرة البيع بزي من الهلع ده بيكون بسبب المارجن خلينا نكون صرحة ده اكيد ليه طيب ودلوقتي انا برضو حعظر الافراد يعني لما يكون واحد النهاردة كان داخل سيه مسلا بمئة الف النهاردة ضربت المحفاظة بتاعته على مدارة سنة ونص بقت حوالي الاربعين الف ممكن اقل من كده اه فهو عايز يعود جزء من اللي هو يقع منه فبيعمل ايه هو اكيد مش هخطه اضافة جديدة ده اكيد يقال فبيعمل يلجأ انه هو بيحاول يدعم المحفاظة بتاعته عن طريق المارجن فالمرجن بنانة على القواعد بتاعته انا ببقى عندي نسبة معينة بخش يظهر عندي البيع الاوتوماتيك حرصا على فلوس المسلف فده اللي بيعمل العملية زيادة في اطار البيع لما بيحصل البيع كله بيبيع بالاوتوماتيك فيقوم عامل هلعف بقى في الزبط في السوق فبيعمل هلعف دي بتسمع دي بتسمع مع دي فتلاقي قطيع بيرمي فبيحصل منظر اللي احنا بنشوفه بس هو عمولة انا النهاردة لما نجي نتكلم البورصة لازم ننبوص للبورصة طبعا احنا عشان احنا الفترة اللي فاتت كان كل الزمنة وبما فيه ما انا كنا بنتكلم في السلبيات اللي احنا بنعاني منها بس عشان الدنيا تحسنت لفترة فبدأنا ايه نتكلم عن السوق واداء السوق وبطلنا نتكلم عن السلبيات التي لازالت قائمة وهي دي مربط الفرص ودي اللوقدة اللي احنا عايشين فيها طيب من احد الحاجات اسمحلي برضو عشان احنا الوقت بيدهمنا بسرعة وانا كنت سألت فيها قبل كده ولاحظتها انت لما بيحصل ايه بما انك انت ذكرت الموضوع الافصاح الافصاح مطالب بيه جميع الشركات وفي بعض الاحيان بعض الشركات بتتأخر او الافصاح ما بيكونش كافي والبورصة بتوجه مرة واثنين او هيئة اسواق المال هيئة الرقابة بتوجه مرة واثنين بيكون رد فعل للفرد او للمستثمر اللي حطوا للفرد وانا اتكلمت في ده قبل كده ما هي دي برضو من ضمن الاليات اللي انا اتكلمت فيها برضو قديم ان انا عندي لازم اخش بهايكلف القوانين بتاعتها لازم ادور على كل يتوق ان انا حافظ على المال العام مش عاقب الشركة وانا انا اوقفها وتقعب بالسنة واثنين وفي شركات عادت اكتر من كده والغاية ان ارد انا كواحد جوه الشركة دي كموسيح فلوس محبوسة انا مش عارف مصير السهم ايه ومش عارف تصرف فيه يعني حتى مش عارف الية ان انا اعمل تخارج ومش عارف سعره كام يعني عندي متاهة اناتاه فيها فده برضو نوع من انواع ان انا لازم ادور تاني على سياغة قوانين جديدة هو فيه ناس كتير اتكلمت ان ان انت عاقب مجلس الادارة اوقف مجلس الادارة افض غرامات على الناس المسكين مجلس ادارة الشركة او المسؤولين على الافصاح لكن ما توقفش السهم ما هو ده نوع من انواع ان انا لازم يبقى عندي هيكلة جديدة للقوانين اللي بتدور او بتدير سوء المال بالاضافة ان انا لازم يبقى عندي نوع من انواع التسويق للبورصة بشكل تاني لانا ان نارضة احنا بنتكلم في سورة ضعيفة جدا 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 زي بالزبط انا معاي عشرة جنيبة شانا بتجيب ده وحطها في الجبدة بنط بيع من سهم ده للسهم ده خلصت هنا بقوم راح للسهم ده فالموقف كده وممكن العشرة جنيس عب بتنزل كمان يعني بالزبط فانا النهاردة لما ايجي اقول انا النهاردة قدامي بيع متأكد ومتيقن ان انا لما هنزل ضرب في السهم انا عارف انه بفيش حد قدامي حد يشتير فانا وقت ما انا انوي اخش تاني اشيل من نقطة معينة انا اخش اشيل وانا الواحد اللي هشيل فده ما ينفعش انه النهاردة لما يكون عندي سوق قوي بيبقى في حجم التداول النهاردة انا اللي انا اماله ان احنا نوصل لتلاتة مليار بحيث انا عندي قوة متوازنة خصوصا انا داخل على مرحلة تطبيق الشورت سيلي ده مع السلوكيات اللي انا اتوقعها اللي احنا فيها دي السلوكيات اللي بغضو الواحد لسه بيتعلم او لسه مش معال قلية بالزرط مع فكرة ان انا النهاردة في حالة حلع حاجة مشابهة زي اللي حصلت لأ هيبقى في تمام خلينا اسألك سريعا كده بكرة الخميس اخر جلسة هذا جلسات هذا الاسبوع وفضلينا اسبوعين ونقفل الربع التالت شايف الجلسة بكرة ازاي والله انا الغد راتي زي بابول الحراكة هو الاتجاه العام دلوقتي خلاص احنا راحينا على منطقة الاربعتاشة خمسونية وخمسين ده هيتأكل بكرة طبعا بإذن الله لا مش شرط بكرة ممكن بي على اكتر من من جلسة بالاضافة ان برضو لسه برضو توتر الموضوع بالنسبة البتروب الخام عمون لانه المتوقع انه يبتدي ياخد اتجاه سعودي شوية خصوص انه هو مستقر فوق التالتة في ستين لازم يكسرها باستمراره فوق التالتة في ستين انا شايف انه بيستهد في خمسة وتمانين دولار فده ممكن يعمل معانا تنشيط لبعض القطاعات جوه عندنا في السوق ده ممكن ده مؤشر لبعض الورق اللي يخص البترول بالنسبة للفايدة الفيدرالي النهاردة هي اجتمع وده برضو خبر ممكن بيفيد لو تم التخفيض ده يفيد طبعا موقف الجنيه عندنا وموقفنا عموما بشكل اقتصادي على العموم نعم تمام انا بشكرك استاذ احمد عبد الفتاق خبير اسوق المال على هذا التحليل شكرا جدا شكرا شكرا موصول لحضرتكم مشاهدين الكرام على متابعة مؤشر النيل اللي بيعمل يوميا مع البورصة المصرية لتحليل اكثر واقعية تابعونا دائما منقلكم تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عطف الى اللقاء شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة